السلام عليكم مرحبا بكم في فيديو جديد معكم هيند من اسطنبول فيديو اليوم ان شاء الله سيكون اجوبة على الاسئلة الاكثر التدولة عندي هنا في القناة وبنسبة للناس اللي اول مرة سيأتيوا ان شاء الله لتركيا اسطنبول فسيستفدوا مزيلا من هذا الفيديو لان انا سنتحدث عن الكثير من المواصلات من رقم الهاتف ايضا من التطبيقات المهمة اللي خاصكم تكون عندكم هنا في اسطنبول باش تنقلوا بكل الاريحية ايضا بالنسبة للتحذيرات اللي خاصكم تخطو بلكم فيها بالنسبة للأوتيلات اللي شدوها او لا الكراء ديال المنازل فاخليكم ان شاء الله في فيديو سيكونوا فيه بزاف ديال الاجوبة على الاسئلة ديالكم ما تزاقلوش على بركة الله بغيت نوضح واحد المسألة اللي كنلقها بزاف الاسئلة بالنسبة للشروط الوقائية اللي كان بخصوص الفيروس كورونا حاليا توركيا حيدت جميع الشروط يعني ما بقوا كيطلبو لبسير لجواز ديال التلقيح ولكن كان بعض الدول باقين كيطلبو انا كنتكلم ده بعض المغرب انا ستسألت شحال من بنت من المغرب وايضا من فرنسا يعني متأكدة منهم انهم ما كيطلبو تشي حاجة لذالي قبل ما تجعوا دخلوا غير على جوجل اراه كل شي المعلومات فيه حيث هاد شي كيتغير على حسب الحالات بعض المرات قرار حتى بالنسبة للوكالة اللي غدي تقطعوا معها مع اي شركة ديال طياران ارا كيطيوكم مني كتديروا يعني كتديروا الوجهة ديالكم في حل اي بلاد انتم ما فيه كتديروا الوجهة اسطنبول ارا كيطيوكم اولا توركيا كيطيوكم الشروط غير حاولوا تقرؤوا ذاك شي اللي كيتعطيكم ولكن دبا حاليا رغم ما بقوا كيطلبو حتى شي حاجة في المطر نصيحة مني التازموا بالكمامات لأسراك وخاهنا يحيدوهم لهم فباقي نديرينهم احتياطيا يعني كيخافوا على الصحة ديالهم ان بزا بدي الناس اللي جو هنايا وتواصلوا معايا رجعوا يعني بكورونا تفاديا يعني اختلاط كيكون زد حام كيكون بزا بدي الحاجات الواحد يدل احتياط دياله ويدل الكمامة دياله يعني غير باش يحافظ الصحة دياله اما هنا حاليا رغم ما بقت مطلوب بلف مواصلة بلاتة شي حاجة من غير المستشفيات دياله حاليا اللي ضروري منك انك تدير الكمامة وحاجة واحدة اخرى بالنسبة الكود الصحي يعني الهيس كود رغم ما بقاش مطلوب بقي الناس كيسولوني عليه ما بقاش مطلوب دياله باش مكلكم يدخلوا للمولات لا يعني حيدوا كل شي بمرة واحدة فبالنسبة للمغاربة احنا ما عندناش مشكل ديال فيزا هنا في تركيا فمتاح لك انك تجي بدون فيزا بلاتة شي حاجة كتقطع فقط يعني الطائرة وكيكون عندك يعني لوتيل وكتجي هنا عندك المدة لتسعين يوم اللي هي تلت شهور غير هو واحد الحاجة خاص كدروري انك تقطعي الطائرة دهابا وإيابا اللي وروتور لانه ولكن عندك فقط اللي سامبل ما غيخليوكش طلعي الطيرة الى ما كانش عندك الروتور وذيك ساعة كتطري انك تشريه في المطار باش تركيبه في الطيارة وكتاخذيه غالي لذلك كنصحك انك تقطعي يعني دهابا وإيابا قبل ما تجي باش ما يوقع لكتش مشكل في المطار لانه أغلبية الناس كي يجيو هنايا وكي يجلسوا باش كي يعني باش كي يجلسوا هنايا بمرة وهذا المشكل ولا كتير مؤخرا هنا في توركيا لدرجة انه من عتل بالنسبة الاقامات دهابا حاليا وقفوهم الاقامات السياحية بالنسبة للمغاربة وحتى العرب عامة اردوا البال من هاد المسألة نقطة مهمة بالنسبة للناس اللي كي يوصلوا للمطار وكي بغيوا يتوجهوا الأوتيلات ديالهم بالنسبة المواصلات من وإلى المطار رأني سبقت درت فيديو غادي نخليه لكم الفوق دخلوا شوفوه مهم جدا وسالباوتوا تشدوا تاكسي من المطار حاولوا انكم تمشيوا تاكسية اللي كي يكونوا عليهم الصف اللي كي يكون عليهم العداد يعني باش ما ينصبوش عليكم من الاحسن انكم تاخدوا الباسات بالنسبة للناس اللي كتسووا الني واش نجيب الأورو والدولار رأيها في حال في حال ماكينش فرق لانه ورا جيو هنا غتصرفوا كيف غدي تصرفوا تمماك غدي تشريوا الأورو يعني غالي وارخيص يعني رأي نفس الشي هنا من غتصرفوا يعني هما عملات لي عالمية حاليا راببوا لو في حال في حال يعني ماكينش فرق بالنسبة للصرف ما تصرفوش في المطار كيف سبق وشرحت لكم المطار كي يكون غالي حاولوا تصرفوا واحد العشرة أورو اللي يمكن لكم أنكم تمشيوا بها أو تركبوا الباس بالنسبة لي غايش التاكسي يصرف أكثر ما تخلصوش بالأورو ولا الدولار مش ما يتنصبش عليكم تاني حاجة بالنسبة للناس اللي جاي من المغرب فكيني مزاف اللي كيسولوني وش يجيبوا معاهم الدرهم المغربي أكيد لا هنا ما كيتصرفش الدرهم المغربي فضروري أنكم جيبوا الدولار أو للأورو أول حاجة غادي تديروها في اليوم الأول غالبا يوم الأولين تصرفوا فيه هنا للحسب ووش تصرفوا في الصباح أو لا تصرفوا بالليل لنفرد أنكم وصلتم بالليل فالغدلي في الصباح أول حاجة غادي تديرو أنكم هتمشوا بالصرف أنا أصبق ليه وكلتكم ما كان فيني مكلكم تصرفوا في الجهة اللالة اللي بعدوا على صرف الأماكن اللي هما سياحية باش ما ما تصرفوش يعني ناقص بزاف وحاولوا ما تصرفوش يعني شوزي عندكم كاملين لأنه الليرا غير مستقرة مرة طالعة ومرة نازلة تقدروا تربحوا في حال اليوم تصرفوا ناقص لغد ليه يطلع ما تصرفوش كل شي بقى تصرفوا بشوية بشوية على حساب القدر اللي غا تحتاجوه فاديك اليوم ثاني حاجة اللي مهمة انكم تشريوا كارت اسطنبول اللي هي خاصة بالمواصلات سبق لي ودرت فيديو كامل عليها بجميع الاسئلة دي لكم جاوبت عليها ارجعوا عاو تاني الفيديو باش تفهموا كيفاش كتخدم وكيفاش كتشريوها حاليا ما بقاش كتشرا ب 25 ليرا ولات 50 ليرا اللي هي تقريبا 30 درهم مغربية شي ثلاثة أورو هكاك او لا ثلاثة دولار ما وصلش فكتشريوها بالثمان فارغة لان ولقيت بالزبديل تعالق كيسولوني واش عامرا اللي كتكون فارغة وعد كتعمروا هانتو ما بالفلوس اللي بغيتو وكيبقوا تقطعوا بها كتمكن لكم تركبوا بها الباصات الميترو الميترو باس العبارات يعني الباخيرات في البحر يعني كتركبوا بها تقريبا جميع المواصلات من غير التاكسي ومن غير الضلموش اللي هو في حل المينيو باس صغير بالنسبة لأهم حاجة لازم بكم الانترنت أنا كننصحكم بها بشدة لانه كين بعد الناس اللي كيقول لك احنا ما تسهمناش الانترنت نخليو حسن العشية ندخلو الوطيل فيه الوي في ولكن الانترنت كينفعك بزاف لانه بعد المرات كتقدرت تلفيك كتقدرت مشي لبلاصة وما ستعرفيهش مزيان فالانترنت كيسهل عليك بزاف دي الحاجات باش كتدير جوجل ماب باش كتديرو يعني حيث اسطنبول تبارك الله راك كبيرة ضروري خاصكم الانترنت اما كيما قلت لكم داك ننهار تاخدو نمرة مع تيركسيل تيركسيل هي احسن شركة تيصالات هنا يعني عندهم مرزو مزيان تتاخدو مع تيركسيل وكيكون عندك تماك راكي تتاخدو البيوس معها باك فيه الانترنت وفيه المكالمات الى اخره بالنسبة للباكرا نسبة قدرت لكم ايضا عليه فيديوهات بش حال كيتباعو هذا هنا يعني هم لبيوس شوية غالين يعني ما مشير خاص فاخدوهم حسن لكم او لا راكيين واحد الابارات جيل الوي في صراحة ما عندي شخص لهم يعني فكرة غير سمعت بهم عماني ما جربتهم زيما شخصيا باش نسحكم بهم كيكونوا في المعطار كيتكرا ولكن انا كنفضل يعني راقم الهاتف من الاحسن كتتاخدوه وكيبقى عندكم في التليفون ديالكم كيكونوا في ايضا مكالمات رباو تدروش مكالمات هنا داخلية يعني تصلوا بشي وكالة ولا شي حدي يعني عنده راقم توركي يعني كينفلكم الحاجة اللي اهم من هاتشي كامل هم التطبيقات اللي قتلكم ضروريين خاصكم تخدموا بهم رأني وخاها هدرت على هاتشي مراران وتكراران مع الاسف كين الناس اللي ما كيدرواش مجهود كينما قتلكم انهم مدخلوا يتفرجوا جميع الفيديوهات ولو انا مشيحة قناة ديالي كنقول لكم هاتشير مفيد لكم ولكن را ضروري خاصكم تفرجوا ما يمكن ليش نجمع لكم كل شي في فيديو واحد فبنسبة السباق لي وشاركت معكم جميع التطبيقات اللي مهمة اهمها هي موفيت موفيت هو التطبيق ديال المواصلات يعني في اي بلاسة كتكسبوا اسمية اللي بروتو تمشيه اي مول بروتو تمشيه كيديكم لهذاك المول يعني كتكسبوا اسمية المول كتكسبوا اسمية السوق فكيعطيكم الباس اللي تركبو فيه كيعطيكم الميترو كيعطيكم اي حاجة يعني كينة مكرة كتكون وحاجة اخرى اللي مهمة ايضا هو تطبيق ديال التاكسيات كيما كتعرفو هنا يا معروف النصف التاكسيات خصا للا عرفوك انك ما كتعرفي متاشي حاجة كيقدر يزيد عليك كيقدر ما يختمش الكونتور كيقدر انه البلطة كتكون قريبة وكيبقى يدور فيك فلذلك مني كتستخدو التاكسي من الابليكيات ديالو بي تاكسي او لا اي تاكسي كاتلشارجيوها وخاصكم ضروري رقم الهاتف لانه ما يطلبو رقم هاتف توركي حيتي كيوصلكو حدهم رقم يعني اللي كتدخلو الرقم ديال الهاتف كيصفتو واحد الكود فضروري يجب عليكم رقم بطاكسي مزيانة يجب عليكم حتى البلاسة التي سيتمشيون لها بعدها تهنيكم من أنكم تواصلوا مع الطاكسيات تعرفون أن اللغة هنا هي صعبة أغلبي الأتراك لا تتكلموا بلغة أخرى من غير تركيا لا تلقوا لإنجليزية أو العربية لا تلقوا لإنجليزية لذلك تهنيك أنك تواصلوا مع الشيفور والأمينة يعني 100% يعني كي تتخذي تاكسي تعيتي على تاكسي يجي عندك في البلاسة سواء في الوتيل سواء في أي بلاسة يكفي أنك تضغطي فقط الاسم يجب أن تكون مستقبلة يعني تقدير ما هو حال سوف تتكلم هذا الرحلة ما هو حال سوف تكلفك وش خمسين وش مئة وش مئة وش مئة سين ليرا ومن يجيك يديك نيشان لهذه البلاسة وذلك التطبيق لأنه هي شركة فكيكون ملزم أنه يتبع في هذه الطريق اللي أنت غدا فيه وكي تبقى يمتبع معه في الأميكسيون حيث هي تتعطيهم أقرب طريق لك فلذلك مزيان يعني ما تخافوش نهائيا من نصب في التطبيق الناس اللي كتسألني على اوبر اوبر كان في توركيا ولكن في الأعوام الأخيرة وقع واحد الخلاف بينهم وبين التاكسيات لأنه كان اوبر أرخص من التاكسيات وكان يعني كيهز عدد كبير فالناس كانوا تتاجهولي بزيف لذلك حيدوه ولا داب بلسو كينا لابليكاسيات ديال بي تاكسي وحتى اوبر دابا لعيدتو الوبر كينا لابليكاسيات ديالهم ولكن كيسافتو لك تاكسي ما كيسافتوش لك هذو تنوبيلات الكبار اللي كانوا عادة ديال اوبر كيسافتو لكي حالة ديديك المرسيدس فيتو الكبيرة دابا ولو كيدروها في غالي الوكالات والوكالات الخاصة يعني اللي كان مجموعة ديال الناس وديك يمشيو فيها مش حالة دي كانت في اوبر دع ما صارحة تنزوينة وكانت تمن بعد المرة كاتمشي انتو مع عشرة ديال افراد كيمشيو بتمن قل من التاكسي ما مع الاسف حيدوها ما بقاش دابا خال الابليكاسيون كينا ولكن كي رسلو لك فقط تاكسي وكتتقم عليك غلا من الموقع ديال التاكسي لذلك نصحكم انكم تستعملوا فقط هذا التطبيق اللي خاص بالتاكسي اخرى اللي مهمة الناس كتتسأني بزاف على الاوتيلات عفاك شو فينا الاوتيل انا مينكليش نصحكم باوتيل نهائي لانني ما عارفهمش وما جلسش فيهم وما مجربهمش فانا مقيمة هنا يعني ما نجيش نجي كدب عليكم ويقول لكم الاوتيل الفول يعني راهمس يعني الناس اللي كتتنصح باوتيلات فهما كتكون شاركة يعني انا مبغيتش نكدب عليكم وفي ياما مشي ندير شاركة مع اوتيلات يكفي انني نذكر الاسماء ديالهم في الفيديوهات وناخد منهم فلوس ونصفتكم نيشا قول لكم سيروا الاوتيل فلاني ولكن حرام عليها لانه سنصفتكم ربما ما يجبكمش ربما ماشي في المستوى انا مجربتوش فقط انا ديري شاركة معهم لذلك انا صراحة كانت تحفظ من الشاركات وباقي لحد الان مع مماني ما ديرتش الشاركة في القناة ديالي يعني والله على ما اقوله شاهد يعني ما كان بغيش ندير شاركات ولكن كان خاف لان اعتقاد ديالكم هي اهم حاجة عندي ما كان بغيش الواحد يمشي يجرب واحد الحاجة ومبعد يبدأ يسبب فيها ولا يقول شي حاجة كان بغي ان الواحد يمشي تعجبوا واحد الحاجة وانا نمشي نجرب واحد الحاجة ونعطى الرأي ديالي الخالص يعني نهضر بكل الحرية فيديو المطاعيم كامل كان خلصت فلوسي مع مرشي واحد اعطاني شي حاجة فابور اللي غادي ناكل هون نهضر عليه فدائما كامش نخلص وكنهضر بكل الاريحية والحمد للناس كتمشي البلايس اللي كانت نصحكم وكيعجبوهم الحال فهذا فضل من الله يعني قبل عندي بزاف ديال المطاعيم بزاف ديال البلايس اللي مشيت لهم وجربتهم ولكن حيث ما عجبونيش ما تكلمتش اللي هون بصفة نهائية لذلك ما نقدرش نديلكم فيديو على الأوتيلات حيث هاد الموضوع كيف يوصلني بزاف الرسائل كيف يوصلني في تعاليق عفك قولي لنا أوتيل اللي يكون قريب من جميع الأماكين ويكون كده وكده وكده ويكون رخيص فما نقدرش ننصحكم الحاجة اللي غادي نقول لكم واناكم يمكن لكم دخلوا البوكينج ركين بزاف ديال المواقع ديال الأوتيلات اللي كيمكن لك انك تدخلي كتلقى واحد طمقية تسمك ديال الأوتيلات ديال الناس اللي كانوا تسمك وغادي يعطوك يعني الرأي ديالهم بكل صراحة سان يقولوا لك ان المواقع واش زوين واش خايب واش قريب واش فيه طلعة واش الأوتيل ننقي واش مصخ يعني دائما نقرأ وغادي تعاليق ديال الناس التحت وغادي تعرفوا وحاجة تانية بالنسبة للناس اللي كي بغاو يكريو كان ايربين بي ايربين بي را معروف عالميا اي بلاد مشيتي لها را كان ايربين بي ديالها مزيان هذيك الموقع يعني مية في مية يعني مقنن كتمشيوا كتقلبوا على الدويرة ديالكم كتشوفوا حس انتم ما القياس اللي بغيتوش بغيتو صغيرة ولا كبيرة بغيتوها قريبة من من الاماكين السياحية بغيتوها بعيدة ما كانش مشكل حاجة وحدة اللي غادي نصحكم انكم سواء الاوتيل او لا ايربين بي اللي غادي تشدوا حاولوا تلقاهوا في المنطقة ديال فاتح الفاتح هردخل فيها السلطان احمد دخل فيها يعني احتل الفاتح الفوق فالجهة ديال الفاتح فيها اللالالي فيها مهم هالجهة كاملة مزيانة بعدو غير من بيولو بيولو قريبة من تقسيم ديك البلاي شوية شادي نقول لكم فيهم بزاف ديال الملاهي الليلية بلين كيكونوش يعني كيكونو ناس كرانين كيكون صداع كيكونو فمتي يعني بلاي سماشي عائلية كينين بلاي ساتزوينين ولكن ما غايم كليكش تعرفي غير من الابليكاسيون فلذلك نصحكم انكم تبعدوا منو وبيولو في بزاف ديال العقابي بزاف ديال اطلاعي بزاف هذي من الاحسن انكم بشقول لمنطقة ديال الفاتح فهي اكثر يعني بالنسبة للعائلات ودائما دائما كم نعودها وكم نكررها شوفوا تعاليق ديال الناس حتى في ايربينبيرا كتكونو كتوبة لتحت تعاليق ديال الناس اللي كانوا في ديال الدار واش كي يقولوا لكم مزيانة واش تعمون ديال صاحب المنزل مزيان المنطقة آمنة الى آخرة حاجة اخرى اللي غادي نصحكم بها انكم ما تآمنوش للناس بزاف هنا بالنسبة للعرب خصوصا العرب اللي كي ترجمو اللي كي تتعاملوا مع السياح فكيكون منهم يعني فيهم نصبة يعني ما نهضرش على الناس كاملين ولكن بعض منهم مع الاسف كي نصبو على السياح لذلك فالمشكل ديال اللغة ما تعتبروش مشكل كبير لانا وانا كنعرف ناس ليجوا هنا ناس كبارين في السن يعني ما عندهم لا انجليزية لا تشي حاجة عندهم فقط لغة العربية وتفاهمهم زيان يعني الاتراك روخاكك يعني كيقدرو يتفاهمهم معك ما يخص يعني تجارة وباش مشوش بلايس هذا يقدرو يتفاهم معك فقط غير بالإشارات او ليكسب لك الرقم ديال يعني التمن يكسبو لك فورقة او ليكسبو لك في الالة الحاسيبة يعني كينا التعاملات يعني حاولوا ما تسمعوا لتاشي واحد يجي عندك شي واحد يقول لك اجين ديك الواحد المحل هنا يا ركب في العبيات اجين ديك الواحد الحمام زوين هنا يا اجين ديك فما حاولوا انكم ما تتاقوش وما تتبعو لتاشي واحد كين جوجل كين ترجمة كين بزاف ديال الحاجات كين ما كنقولك ضروري الانترنت باش تفادوا نهائيا حيث كين بعض الناس اللي كيستغلوا الفرصة ان الواحد ما عارف وكينصبوا عليه فتفادين هادشي يعني ما تقوف تاشي واحد تكلوم على النصب فانا شتبق لي ادرت فيديوهات خاصة بطرق النصب اللي كينين هنا يا ان كلكم تعودوا ترجعوا لهم وتفرجوا فيهم فقط واحد الحاجة بالنسبة الازدحام اللي كيكون حاولوا دائما سكت ديالكم يكون قدامكم دائما عينكم على السك ما تقولوش هاد راجل كبير حدايا او لا هاد مرة كبيرة حدايا فبعد المرات هاد سرقك يكونوا الناس كبار اللي ما تشكيش فيهم يعني ما تشكيش فيهم اطلاقا انهم هما كيسرقوا خصوصا في الاسواق الاسبوعية في البلايس اللي فيهم ازدحام اكتضاد في الميترو خصوصا في الميترو خصوصا في الميترو في التراموي كيكون دنيا عامرة في التراموي هادك اللي كيكون على السلطان احمد اما الميترو شوية يعني كيكونوا مع الميترو واس بزاف يعني ما كيكونش واحد الاكتضاد اللي كبير في التراموي ارضوا البال من السرقات دائما نكون رد بالي المسائل ديالي ونحاول انا نفرق الفلوس ديالي ما نديرهمش كاملين في بلاسة واحدة انا كنهضر معاكم هكا كأخت كتنصح فيكم باش ما يوقعش لكم سارقات لاني تلقيت شخصيا بالناس بزاف اللي سرقوا ليهم فلوسهم كاملين وما لقوش حتى باش باش يياكلوا الايام اللي باقي اللي هم هنا في تركيا هاد الفيديو صراحة كنت غدي ندير فيه مرنامج اسبوعي لسبع ايام غدي نخلي ان شاء الله الفيديو الجاي لحقش فقط هاد المقدمة اللي درت ليكم كاملة وهاد تحضيرات كاملين كنت بغيت نبدأ بهم الفيديو حتى بغيت نشرح بزاف ديال الحويج باش يكونوا على بال بالنسبة للناس ايضا اللي اجدادين في القناة باش يعرفوا حاجات اللي دوسهم وهدرت عليهم قبل يعني كنين بعض الاسئلة كيت تكرروا ولكن بلية الفيديو غيكون طويل عليكم بزاف وكننا عرف الفيديو تمني كيكونوا طوال بزاف الناس ما كيتفرجوش فيهم كاملين مع الاسف لذلك غدي نخليوا ان شاء الله الفيديو الجاي كان وعدكم غيكون فيها وحد البروغرام ديال سبع ايام مع الاسف بزاف الناس هنا كي بغوا يشوفوا كل شي الدرجة انهم تصدقوا ماشي في انت شي حاجة اسطنبول كبيرة بزاف والبلايس بعيدة بزاف يعني تقدر من بلاصة لبلاصة تدير ساعتين ثلاثة ديال سواع فقط في الطريق كيكون زديحام كتير سبارك الله النسبة للناس اللي كينا هنا سياحتهما كذلك يعني كثير بزاف وخصوصا هاد الفترة دا بديل الصيف كيكون واحد اكتضاد كتير لي ما كان نصحكمش اطلاقا انكم جيوا في هاد الفترة اشان قوليكم في شهر سبعة وشهر ثمانية خصوصا يعني ابتداء من شهر السك يبدأ واحد اكتضاد راهيب اللي انا شخصيا ما كان فضلش انني يمشي لاماكين سياحية دا بحاليا لان اشعدي نقول لكم ما كتشوفوا تاشي حاجة يلا كتبقوا واقفين واحد صف طويل باش تدخلوا في بلاسة او لا باش مشيوا لأي بلاسة بحسب النسبة لمواصلات كيكونوا مزاح من الزافت ذلك ما كان مسحته واحد يجي في هاد الفترة من غير الناس اللي عندهم الوديدات اللي كيقرأوا في المدراسة فهدو ما عندهم مش مساكن ما يديروا يعني هما متطرين انهم جوا في العطلة الصيفية كما يمكن لهم ايضا يجوا في العطلة يعني جال البرد من الاحسن يعني او لا ديال الربيع كيكون جوز وين الناس اللي كتسولني ايضا اي وقت مزيان هنا يا بالنسبة للعطلة فهنا كنقول لكم توركيا من احسن ان تجيوا شهر ربعة شهر خمسة ولا شهر تسعود وشهر عشرة بالنسبة للناس اللي ما عندهم مش مشكل مع البرد ان كلكم تجيوا مع ايام تخفيضات اللي كتكون هي ابتداءا من شهر واحد يعني جون في ولكن را كيكون تلش شهر واحد شهر جوش كيكون البرد بزاف شهر ثلاثة بالنسبة للناس ايضا اللي كتسولني دائما على الجو في اسطنبول كي سيكون شهر عشرة كي سيكون شهر حضاش فالجو صراحة مغير الله خصوصا اسطنبول ارى الجو دياله متقلب كيمكن لك في نفس النهار تشوفي فصل الشتاء وتشوفي الخريفة يعني الجو متقلب بزاف سبحان الله غير الأيام يعني الأسبوع الماضي عرفات درجة حرارة يعني اللي هي عالية وجاء واحد ديومين اللي الوالي ديال اسطنبول بعت لنا رسائل وقفوا المدارس لأنه هنا في الصيف كان المدارس يعني الصيفية فقال لنا ما تلصوش براد المدارس غا تكون واحد العاصفة في اسطنبول كان الشتاء وكان الرياح اللي قوية وكانوا بلا يصقع اللي جاهم فيضانات لذلك فالجو غير معروف وهذا العام طح لنا التلش في شهر ربع يعني في أفريل تحت تلش كانوا تلوش ديكشي كنقول لكم انتو مدلوا ببروغرام ديالكم وخليوا في ضلاء ان شاء الله من نجيو يكون الجو زوين هي صراحة مني كيكون الجو هكا مش ميس وكيكون الجو زوين كيمكن لكم تخرجوا وكتلتقتوا صور اللي زوينات تذكاريه الى آخره ولكن كيكون واحد الاكتداد رهيب يعني ما نكذبش لكم يعني اسطنبول ما كتشافش في الصيف ما كتشافش حاولوا انكم الناس اللي ما عندش لوليدات كتقراء جو في اواخير شهر تسعود كيكون جو زوين كيكون مازال حال سخون حساب البداية دير شهر عشرة كيكون جو مزيان كنحاول دبا كنهندر معاكم وكنحاول نتفكر جميع الاسئلة اللي كيوصلوني ولا عندكم اي تساؤل خليوا اللي لتحت في التعليق راني كنقرأ التعليق ديالكم وكنجاوب بالنسبة الناس اللي كتواصل معي دائماً كنحت الانستغرام ديالي تحت صفحة ديال الفيسبوك ما كندخلش بزا في الرسائل ديالها كسر ما كندخل الانستغرام يعني دائماً كنتواصل مع البنات في الانستغرام واللي ما جاوبتوش يسمح لي لان الكامل هائل اللي كيوصلوني ديال الرسائل صعيب اني نجاوب كاملين بدقة واحدة فكنحاول دائماً نجاوب في ستوريات نحط لكم يعني الأجوبة جماعية من كيبان وليا جوج اولا ثلاثة اولا اربعات من الناس مسافتة ليا نفس السؤال فكنحاول نجاوبهم كاملين في ستوري في انستغرام بغيت نقول لكم ترقبوا الفيديو الجاي ان شاء الله غايكون مهم بزاف ونخدم عليهم زيان باش ندليكم البروغرام اللي يكون شامل لمدة سبع ايام باش ما تلفوا ما تشي حاجة كل نهار غادي ندليكم البلايس اللي قرب من بعدياتهم باش ما تضيعوش الوقت في الترانسبور وما تضخوش يعني غا نحاول ندليكم حتى ال الى لقات كي باش ندير حتى دعمتها بالمطاعيم وإلى آخرين فذيك البلايسة ديك من نهار فين تمشي وفين نجي يعني ما تلفوا لها كلا حده بغيت نشكركم بزاف على التعليق ديلكم زوينة على رسائل ديلكم زوينة على الدعوات اللي صراحة دائما كنقول لكم دعوه معايا دعوه مع وليداتي ودعوه بالرحمة الأبدالي هاد الشي اللي كان طلب منكم وكنشكركم بزاف مرة أخرى وكنقول لكم الى فيديو الجاي ان شاء الله السلام عليكم